انعقد في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة اجتماع غير عادي على مستوى المندوبين الدائمين لبحث التهديدات الإسرائيلية الأخيرة ضد العراق الاجتماع يأتي في ظل تصعد ممارسة إسرائيل العدوانية في المنطقة ما أثار رفضا عربيا واسعا جامعة الدول العربية أدانت بشدة محاولات إسرائيل توسيع نطاق عدوانها مجددة دعمها الكامل للعراق في مواجهة هذه التهديدات بما في ذلك الرسالة التي وجهتها تل أبيب إلى مجلس الأمن الدولي والتي حثت فيها على اتخاذ إجراء فوري تجاه العراق والتي اعتبرتها الجامعة خطوة لتبرير عدوان جديد في المنطقة وبحسب مراقبين فإن القرار الذي صدر من جامعة الدول العربية يعد انتصارا دبلوماسيا للعراق ويعكس وحدة الصف العربي في مواجهة التهديدات الإسرائيلية كما أنه يدعو إلى تحركات عاجلة على المستويين الإقليمي والدولي لوقف التصعيد ويتضمن أيضا خطوات عملية من أبرزها توجيه الأمين العام لرسائل رسمية للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي تنقل رفض الجامعة للإدعاءات الواردة في رسالة وزير خارجية إسرائيل مع التأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات دولية عاجلة للحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ووسط أزمات المتلاحقة تشهدها المنطقة يبرز هذا الاجتماع همية التحرك العربي المشترك لمواجهة محاولات زعزعة الاستقرار خاصة مع تزايد التهديدات التي تمس سيادة العراقي وأمن المنطقة ككل